عندما قامت ثورة فبراير كانت مناسبة شعبية جيدة لاستئناف حضور الدولة الوطنية اليمنية في جدول أعمال التاريخ بعد أن أصبحت الوطنية الجمهورية خارج معادلة التحولات مشلولة بفعل الضربات التي تلقتها منتصف السبعينيات وبفعل تحول جمهورية الشعب إلى ميراث عائلي يضيق بالمصالح الاجتماعية ويتسع لمصلحة الأسرة لم تكن ثورة فبراير بمعزل عن التراكم التاريخي وتراكم التجربة الوطنية اليمنية التي رفعت لافتة النضال السلمي غير أن إرث فبراير لم يكن سهلا خصوصا فيما يتعلق بتصحيح اختلالات ثورة سبتمبر في الشمال وثورة أكتوبر في الجنوب ووحدة سلمية ابتلع النظام مخرجات ثورتين ووحدة وحاول أن يبتلع فبراير لكنه اختنق بها ليصبح الذي حاول أن يكون قاتل الثورة قتيلها كانت ثورة فبراير ثورة تصحيحية جذرية شاملة تضع في الحسبان الذهنية السلالية والعائلية التي ألحقت الأذى بالمشروع الوطني وبالتالي تعرضت الثورة لتحالف ثورتين مضادتين ثورة مضادة لسبتمبر تتمثل في ميليشيا الحوثي وثورة مضادة لفبراير يمثلها نظام صالح من الوردة الأولى إلى الخطوة الأولى إلى الشمعة الأولى إلى الأغنية الأولى كانت ثورة فبراير يمنية شعبية خالصة دون تدخلات أو إملاءات إلا أن غياب الذاكرة التوثيقية لم ينصف الثورة الخالدة وعلى مستوى الأدب والفنون لا تزال فبراير تفتقر للتخليد والخلود مثل كل الثورات التي لها علاقة بالحرية والتحرر والانتصار للشعب كانت فبراير أكبر من التوقعات وفاجأت المراقبين والمتابعين وعلى الرغم من الموقف السلبي لبعض النخب ورغم محاولات الثورة المضادة دفن حقائق فبراير إلا أن فبراير كانت شمساً واحدة لا تكترث لألف غربال الإنتاج الفكري لفبراير لا يزال إلى اللحظة غائبة ويمكن القول إنه تعرض للتغييب لأسباب عديدة بعضها ذاتية تتعلق بنخب الثورة ومؤسساتها والأسباب الأخرى بفعل الإنقلاب الذي نسف تراكم فبراير ومخرجاتها السياسية وهي في خطوتها التأسيسية الأولى